الوكالة وهو أن ينيب شخص آخر ليقوم بحاجة له الوكالة أن ينيب شخص آخر ليقوم عنه بعمل ما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة حوائج المسلم متعلقة به في حوائجه الخاصة صلى الله عليه وسلم كما وكل خادمه أن يبيع له شاتا يوما صلى الله عليه وسلم ويوكل غيره من الصحابة أن يشتري له كذا هذا كله توكيل خاص أو ما فيه وكالة عامة للمسلمين كما وكل مثلا ابن اللتبية أن يأتي بالزكاة من الناس توكيل أن يذهب وأتي بالزكاة عبد الله بالرواحة أرسله إلى اليهود ليأتي بال ما صالحهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر كان عبد الله بالرواحة يذهب إليهم ويخرص نخلهم ثم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بمعاهد عليها أو صالح عليه اليهود في خيبر فالقصد أن الإنسان يحتاج أن يوكل لا يمكن للإنسان يقوم بجميع حاجياته بل يحتاج إلى غيره أن يساعده في بعض الأمور قال فهو عقد جائز من الطرفين عندنا العقود كنت تذكرون عقود يعني لازمة للطرفين كالبيع والإيجارة هذه عقود لازمة للطرفين عقود لازمة لطرف دون طرف كالرهن مثلا طيب عقود جائزة من الطرفين يعني أي واحد فيهم يفسخ متاشا كالوكالة يعني أنا وكلت شخصا ثم بعد ذلك رأيت أن ألغي الوكالة مجرد تلفين فلان انتهت الوكالة انتهت خلاص أو أحد وكلني فلان أنا لست وكلا عنك انتهى لهم أي واحد منهم الوكيل أو الموكل أي واحد منهم يستطيع أن ينسحب في أي وقت ما لم يقع ضرر على الآخر لكن القصد أن الوكالة عقد جائز يعني لا موثل البيع بعتك سيارتي مثلا فلان هونت عن البيع يبس سيارة لا مو كيفك تم البيع هذا عقد اللازم أجرت بيتك فلان اطلع هونت ما أنا مأجر لك أجرت لي خلاص مو كيفك إلى أن ينتهي معاد الإجارة الوقت المحدد مو كيفك عقد لازم فهناك عقود لازمة هناك عقود لازمة من طرف دون طرف وهناك عقود جائزة الوكالة من العقود الجائزة متى ما أراد أن ينسحب أحد الطرفين جاز له ذلك دون أن يستأذن من الآخر إلا إذا كان يترتب عليها إيش ضرر على الآخر